السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 26 تموز يوليو وبما أنه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة بعد عصر يوم السب لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأضافر وقص الشعر أيضا ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 وعشرين دقيقة من ظهر اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء القمر لما بيكون موجود في برج الحمل عادة نشعر بأننا أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميما وأكثر استقلالية وممكن أن نبادر بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات ومنلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت بنفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لمشاكل وحجج غير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير ودائما لما يكون القمر في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك وبإمكان تعديل تسريحة الشعر أو قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ هذه الزاوية لها تأثيرات تقريب السبع أيام ومستمرة بتأثيراتها تقريب السبع أيام القادمة ذروتها اليوم ساعة 22 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكوننا الدور اجتماعي مهم وممكن أن نحقق في هاي الفترة نجاحات تتعلق بحياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة و 15 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلها إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني مثلا وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر والنجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و 13 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 10 و 13 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 5 و 22 دقيقة بعد عصر يوم السف هذا بيعني أن الفترة المذكورة يعني لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لعلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن هاي الأعضاء تأثيراتها قوية يعني الرأس والأسنان واللسان والأعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم طبعا بالنسبة للأسنان لا مراجعات طبية أو تسوس أو شيء العصب طبعا هذا ما يعني عمليات كبرى العمليات الكبرى اللي هي جراحة فيها تخدير كامل هذا المقصود بالعمليات الكبرى العمليات الصغرى ما فيه أي مشكلة وأي مراجعات طبية طبعا في هاي الفترة لهاي الأعضاء ضرورية إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي باقي أعضاء الجسم طبعا ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن الوجه أي شيء يتعلق بجراحة الوجه ما بنصح فيه خلال هذا اليوم يصلح لازلت الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الحمل ذكرنا خلو المسار أنه رح يبدأ مساء اليوم الجمعة الساعة 10.13 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 25.22 دقيقة بعد عصر يوم الغد السبت بتوقيت جرينج يعني خلو مسار طويل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 21 يوم الآن الساعة 8.5 دقائق مساء بتوقيت جرينج من مساء اليوم الجمعة منبدأ باليوم لـ 22 نسبة الإضاءة 63% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22.8 سعيد الآن بنسبة 85% ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% وبيكمل طيلة اليوم بنسبة 60% سعيد القمر في الحمل حتى يوم 27.7 منتح السلام بنسبة 10% ساعات الفجر سعيد بنسبة 5% ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 45% عطارت في العذراء حتى يوم 5.8 بعدين بيبدأ في عملية التراجع منتحس بنسبة 40% اليوم الزهرة في الأسد حتى يوم 5.8 سعيد الآن بنسبة 30% في ساعة المساء سعيد بنسبة 5% المريخ في الجوزة حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتر في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم فترة إيجابية حاول أنك تستغلها طبعا ما وجود الشمس الآن في البيت الخامس لإلك بتسلط الأضواء على العاطفة وعلى الحضوض الشوي وأيضا بتعطيك بعض الاهتمامات المالية وممكن تهتم ببعض المسائل اللي تتعلق بشخصيتك وعواطفك وأحباءك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا خلال هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر موجود في بيت المتاعب فضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذاءكم وراحتكم كونوا صبورين أثناء التعامل مع الغير وخصوصا مع أفراد العائلة أما من الفترة القادمة راح تكون أحسن اللي هي من مساء يوم السبت ولكن اليوم حاولوا أنك تعملوا بشكل روتيني برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم في نشاط اجتماعي اليوم ممكن تلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبتفرحوا بدعم من جهة ما قدم حلول معتدلة عشان تحظى بتحالف جيد وأيضا هذا اليوم حاول أنك تستغله لإتمام كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل وصول القمر لبيت متاعبك يوم السبت فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تبذل كل جهدك لاستغلال هذا اليوم اللي كثير فيه إيجابية برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة اليوم متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم وأسمعتكم بتقدر تنظم مقتك بشكل جيد ولكن بدك تحترم المواعيد فترة يعني خلال هذا اليوم تطلب منك الدقة والمتابعة عشان هيك بدك تحضر بشكل جيد ما ترتجل ما تخالف القوانين وما تجازف بسمعتك برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا اليوم تنشطوا في السفر البعيد الاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب ويعتبر هذا اليوم أيضا مناسب لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة وهذه فترة جيدة لخوط تجربة جديدة كما إنها فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافي جديدة أو مجال جديد ويعتبر من أجمل أيام الشهر على المستوى العاطفي على المستوى المالي وعلى المستوى الدراسي أيضا وممكن اليوم يكون عندك بعض الأوراق والمعاملات اللي بحاجة للتدقيق برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة تظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى وصيلها بشراكة أو تعويض ممكن يعني اليوم يكون فيه تسوية مع أحد الجهات أو مع أحد الأشخاص أو ممكن تطالب بحقوق لإلك أو بعض المكاسب أهمش إنك ما تفرض رأيك وما تكون عنيد وقلل من المصاريف وما تهم الأوراق الثبوتية وعدم حملها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن يجب تجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات وحاذر المواجهة الكلامية وحاذر مخالفة التعليمات والقوانين أيضا فترة ممتازة جدا إلى بعض الأمور اللي ممكن تتعلق بمثلا بنك ضريبة تهمين أو مطالبة ببعض الحقوق برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وابتجدوا اليوم نوع من أنواع التعاون مع الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم خذوا قصد من الراحة من حين لآخر هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد وفعشان هيك دك تحذر النزاعات والتذمر والتمرد وما تغامر بموقعك وابعد قدر الإمكان عن المشاكل مع الزملاء وإذا شعرت بشيء غير اهتيادي راجع طبيبك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم تزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتكون الحضوض قوية على المستوى العاطفي على المستوى المالي على مستوى الترفيه أيضا أي شيء يتعلق بالفن اليوم أو الهوايات أو التجميل فهو ممتاز كمان هاي الفترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية وأيضا لتلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة لأن التركيز اليوم على البيت وعلى العائلة للمسائل العائلية رح تأخذ كثير من وقتك ممكن تقدم على خطوة جريئة أو تظهر مسائل مهمة تحتاج لحوار بعضكم ممكن ينشغل ببعض الأعطال أو بعض الأحداث العائلية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم نشاط عالي جدا عندكم فبتنشطوا بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في رحلة مهنية أو يروجوا لعمل أو يروجوا لمشاريع أو يقدموا امتحانات فهي فترة نشطة جدا وأيضا فيها كثير من الإيجابية لإلكم يوم مناسب لإجتياز امتحان وممكن يتقدم منكم أحد الأشخاص لمساعدتكم أو التعاون معكم وقدرة الإقناع عندكم عالية جدا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب اليوم بيجي من عمل إضافي أو ممكن بعضكم يسترد أموال وتعود له أو ممكن يحصل على هدية أهم شي إنك ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية والفكرية لو وضح حد للتساؤلات وناقش بوضوح واتجنب الالتباسات قدر الإمكان اليوم يوم مميز على المستوى المالي ولكن احذر من بعض المصاريف أو التفذير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء